دخل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص مصر فاتحة ثم بعد ذلك سار قادة الإسلام نحو الغرب حاملين رسالة التوحيد حتى قدم البطل الشهيد عقبة بن نافع الذي قضى جل عمره مجاهدا حتى نار الشهادة في سبيله وبعدما قام به عقبة بن نافع في إفريقيا أتم موسى بن نصير الفتحات بعده حتى وصل إلى طنجة وفتحها ثم ول عليها طارق بن زياد رضي الله عنهم ما لي وللإمارة يا أبا عبد الرحمن إنما أنا رجل نذر نفسه مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض وهل نحن هنا إلا للمقصد ذاته وما وليتك إلا بعد أن خبرتك وشاهدت عملك ووجدت أنك الأجدر بها يا ابن زياد فقد أظهرت من الجلد والنبل والحنكة والدراية وحسن التصرف وأنا اجتهدت في إرضاء الله فعينت على القوم القوي الأمين غفر الله لك أيها الأمير والله لا تتوق نفسي إلى شيء إلا لتكون كلمة الله هي العليا وهذه طنجة تتوق إلى العدل ورفع الظلم عنها فابدأ بها فابقى فيها حتى يستقيم أمرها ثم ننظر في أمر سبتة وما إن بدأت الأوضاع تستقر في طنجة حتى أعد طارق بن زياد العدة والجيش للخروج إلى مدينة سبتة وفتحها ولما وصلها فرض الحصار عليها حتى جاءها أميرها وطلب الصلح والهدنة مع المسلمين وكان حاكم القوط في ذلك الوقت لذريق الذي اعتدى على ابنة أمير سبتة فأقسم على الانتقام منه فأرسل إلى طارق بن زياد كي يتحد معه ويؤمن له الطريق إلى الشمال فيحاربان بجانب بعضهم البعض لقتل لذريق وكان هذا ما حدث ما فعله لذريق لا يحتمل داس على كل المحرمات إن لم يجد من يقف في طريقه سيتجبر أكثر فأكثر نهايته ستكون على يدي أيها الرسول سيدي تذهب فورا إلى طنجة وتقابل طارق بن زياد أتريد أن أعطيه كتابا منكم وتقول له حرفيا ما سأقوله لك دون زيادة أو نقصان وبعد الاتفاق بينهم أرسل طارق بن زياد إلى أميره موسى بن نصير يخبره وتمت المشاورات بينهم لهذه الحرب ولم يتبق إلا موافقة الخليفة في دمشق الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين رجل عربي مؤتاد كأي رجل عربي آخر على الصحراء واليابسة والبر والقتال في البحر يجعله يعيد حساباته ألف مرة ولكننا بإذن الله سنثبت له أن قتال جنودنا في البحر لا يقل بسالة عن قتالهم في البر وأمر الخليفة بتجهيز الجيش والاستعداد حتى يأتي أمره في الخروج وفتح القسطنطينية أصبح الجيش على أتم الاستعداد بقي أن نستنفر الناس للجهاد فلتكثر من متطوعة المجاهدين هؤلاء يحتاجون إلى التدريب يا أبا بصير لملا سوف ندربهم وهاهم الأبطال لن يقصروا أبدا لكن أجسادهم تحتاج إلى الراحة هل توافقونه على هذا؟ حسنا فلنرحهم إذن لبعض الوقت على بركة الله يا معشر المؤمنين إن جيش الإسلام سوف يعبر المضيق ليفتح بلاد الوندال وينشر رسالة الإسلام فيها بلاد أنت من الظلم والقهر والجور أنا لها أن تنعم بالعدل وتتعرف إلى دين الحق وأمر الخليفة بإرسال بعثات إلى الوندال واكتشافها ومعرفة كل شيء فيها حتى تسهل على الجيش سيرة وتجهيز الخطة للنصر فذهب طليعة من الجند حتى اكتشفت كل شيء فيها وأرسلوا إلى الخليفة الوليد يخبرونه فأرسل بقراره إلى ابن نصير وإن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بعدما علم بما قمتم به في الوندال وأخبار رجالها وأهلها وجيشها قد أذن لكم بفتح بلاد الوندال بجيش يقوده أمير طنجة طارق بن زياد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وسأقوم على أمر هذا الجيش وأقدم له كل ما يلزم بارك الله بكم أيها الأمير ما رأيك أن نعلن النفير إلى الجهاد في كل شمال إفريقيا نفعل إن شاء الله إن شاء الله إذن فهو الجهاد بإذن الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم شكرا لك أيها الأمير ولأمير المؤمنين نصر من الله وفتح قريب بإذنه تعالى وانطلق جيش المسلمين عابرا البحر بالسفن التي أعطيت لهم من الكونت جوليان والي سبته كما نصر اتفاق بينه وبين طارق حتى عبروا مضيقا يفصل بين الساحلين وكان طارق أول مسلم يعبره حتى سمي باسمه ليكن النصر حليفهم بإذن الله أظنهم الآن قد عبروا المضيق واجتازوا جبل كالبي لا يكون اسمه جبل كالبي سيصير اسمه بعد أن تطأه قدما طارق بن زياد جبل طارق وسنطلق على الجزيرة الخضراء اسم جزيرة طريف وصل جيش المسلمين إلى السواحل الجنوبية اجتمع القادة لوضع الخطة علينا أن نجد مكانا وسطا ليكون قاعدة لنا نعم هذا ما يجب علينا أن نفعله لهذا سنعبر بمحاذاة جبل كالبي لتأمين الساحل من خلفنا جيد يجب أن نؤمن هذا الشريط الساحلي قبل أن نتوغل في بلاد الواندال إنها بلاد ضعيفة لم يترك فيها القوط من يدافع عنها إذن علينا أن نجري الدماء في عروق جنودنا بفتح تلك المدن قبل أن يستفيق الأذريق وبذلك تقوى نفوز رندك وتشتد عزيمتهم هو ذاك يا أبا بصير هو ذاك قرطى جنة ودخل الجيش قرطى جنة وفتحها ولم يتوقف بل أكمل سيره ليتم فتح المدن الساحلية وأرسل طارق إلى موسى بن نصير يخبره السلام عليكم وعليكم السلام لقد وصل جيش طارق إلى جبل كلبي أو كما سماه أبي جبل طارق وفتح جميع المدن الساحلية جنوب بلاد الواندال وبذلك بات الساحل كله بيد المسلمين وفق الله طارقا وأيده ونصره ما وجهته التالية بعد قرطاجنا لن يفتح طارق مدنا أخرى على الساحل قبل أن يؤمن معسكره ويحمي ظهره المعارك لم تبدأ بعد على أرض الواندال سأدون كتابا فيه أخبار انتصارات طارق وأبشر الخليفة أيها الفرسان الشجعان لقد أبليتم بلاء حسنا بعون من الله ثم بعزيمتكم لن يصعب عليكم بعد الآن ما سنقبل عليه لاحقا بإذن الله تعالى يقيني بنصر الله لن يتزعزع ويقيني ببأسكم أن لا حد له إلا حد سيوفكم فليجمع القوط ما شاء من قدهم وقديدهم فها هو جيش المسلمين أتى ليفتح هذه البلاد ولن يبرح مكانه حتى تصبح كلمة الله هي العليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفي هذه الأثناء كان الملك لدريق مشغولا بقمع الفتن التي قامت ضده في الشمال ولم يكن يعلم بأمر المسلمين مما أتاح الفرصة لطارق باختيار مكان وتوقيت المعركة التي سوف يخوضها ضد الأذريق رغم تحذير موسى بن نصير له بالتوقف عن الفتوحات حتى يمكن نفسه من المناطق التي فتحها ما رأيك إذن في هذا المكان هي منطقة ضيقة جدا ولا يستطيع الأذريق محاصرتنا فيها فيسهل علينا مواجهة أي جيش كبير يهاجمنا يبدو أنه لم يفتك شيء أيها الأمير الإعداد الجيد هو أول النصر طبعا لن نستغني عنك أيها الكونت فأنت خبير بأمور القوت طريف أحضر مجموعة من الفرسان وأرسلهم إلى تلك المنطقة ليرصدوا تحركات القوت أفعل إن شاء الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وما إن وصل خبر وصول المسلمين وفتحهم العديد من المدن المجاورة للساحل إلى الملك لذريق حتى أرسل طليعة من الجيش على أمل القضاء على المسلمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما وراءك يا نسيم وصل الخبر باقتراب جيش القوط من الشمال كم عددهم؟ بمثل عددنا تقريبا جيش لذريق أكبر من ذلك بكثير هل تأكدت من أنهم ليسوا طليعة لغيرهم؟ لم ترصد عيوننا غير ذلك كم يبعدون عننا؟ أقل من يوم هذا ليس جيشه ماذا تقصد أيها الكونت؟ جيش لذريق جيش جرار يحتاج لوقت طويل حتى يصل إلينا من الشمال وإذن؟ أخاف من أنه قد يكون أرسل لنا جيشا خفيفا هذا ما كنت أنتظره من لذريق إنها هدية ثمينة يقدمها لنا لم أكن أتوقع أنني سأحصل عليها واجتمع الجيشان بالقرب من الجزيرة الخضراء وتبارز طارق بن زياد مع قائد جيش بنشيو حتى قتله وبدأ قتال الجيشين وكان النصر للمسلمين بفضل الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ولما وصل خبر هزيمة الجيش ومقتل بن أخيه بنشيو جن جنون لذريق وأقسم على الانتقام أقسم أن أذهب إليهم وأسحقهم عن بكرة أبيهم حتى لا يقال غزى المسلمون بلاد الواندال في عهد رجل يدعى لذريق وهل هذا الجيش كاف لقتالهم والقضاء عليهم اكتب إلى كل المدن الواندال باسم الملك لذريق أعلن النفير العام كل من يقدر على حمل السيف فليخرج إلى الحرب وبعد أن حشد لذريق جيشا عظيما من مئة ألف جندي لقتال المسلمين توجه إلى مدينة قرطبة للمحافظة عليها نظرا لأهمية موقعها الوسطي بين العاصمة طريطلة والجزيرة الخضراء بينما خرج طارق بن زياد بصحبة الكونت جوليان لتجهيز الخطة واختيار أرض المعركة هنا في هذا الوادي الضيق ستكون معركتنا أحسنت الاختيار كيف سيتسع هذا الوادي لجيشين؟ إنه لا يتسع لجيش الوذريق وحده وهذا هو المطلوب يا طريف لعلك تريد أن يكون هذا الوادي نقطة ضعفه سنحول كثرة عددهم لنقطة ضعفهم تماما سيصعب عليهم الالتفاف حولنا إن أرادوا ذلك فنسد عليهم الطريق ونترك فرجة صغيرة ينسحبون منها وفق خطتنا ووصل أمر جيش القوط وعددهم إلى طارق بن زياد ماذا تقول؟ هذا هو العدد الذي رصدته العيون تقريبا لقد رصدت جحافل جيشه وهو قادم إلينا سبعة آلاف مقاتل أمام مئة ألف مقاتل لا تقلق يا طارق لا تقلق إن الله معنا نعم الله معنا لكنه أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا احذروا أن يخرج هذا الأمر من بيننا ماذا تقصد؟ لا أريد لأحد من جنودنا أن يعلم بما وصل إلينا نعم الرأي هذا فما حشد لذريق كل هذا العدد إلا ليهزمنا بالخوف سيرد الله كيده في نحره ويجعل تدميره في تدبيره يا أيها النبي حريض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون نسيم أمرك أيها الأمير عد إلى رجالك وراقب تحركات جيش لذريق خطوة بخطوة أفعل إن شاء الله طريف شداد كونوا على أهبة الاستعداد مع جنودكم هيا أحس طارق بن زياد أنه قد تسرع في أمره وألقى بجيشه إلى التهلكة لقلة عددهم وكثرة عدد جيش القوت ولكن ثقته بالله وتمكن الإيمان من قلبه هو ما ثبته وأرسل إلى موسى بن نصير يطلب العون منه نحن أيها الأمير بأمس الحاجة إلى هذا المدد فأعداؤنا قد حشدوا لنا من كل مدينة من مدن الوندال وجاءونا بأعداد لا قبل لنا بها إن لم يؤيدنا الله بنصره لن يضيعكم الله وأنتم تقاتلون في سبيله قد أعددنا لمثل هذا اليوم ما يكفي إن شاء الله وماذا عن السفن؟ ولدينا من السفن أيضا ما يكفي لنقلهم وكم بقي من الوقت ليصل لذريق؟ حسب تقديراتنا لا بد أن يصل وادي لكة أواخر شهر رمضان في رمضان هذا فأل خير ككل معارك المسلمين في رمضان ونحن أيضا سنحتاج بعض الوقت لأننا سنحرك جيشا بعدده وعتاده ومؤونته لكن لا يسعنا أن ننتظر كثيرا تستطيع المضي بما اكتمل من الجند ثم نوافيك بالإمداد اتباعا وأنا سأحرص على أن أكون بينهم بالطبع ستكون بينهم فمن سيكون على رأس هذا الجيش إلا من دربه وتعاهده لن يكون على رأس هذا الجيش إلا رجل خبر بلاد الوندال وأحاط بها إحاطة كاملة ستكون أنت قائد هذا الجيش يا طريف بن مالك حتى تلحق بطارق ثم يصير أمركم جميعا اعذرني أيها الأمير ولكن كل ساعة نسرع فيها إلى إخوتنا يكون لها كلمتها في القتال مقدام كقائدك ما حالك وحال طارق إلا كما قال طرفة بن العبد أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقدي سنشرع في الإعداد للحملة من ساعتنا جعلنا الله عند حسن ظن الأمير لقد علمت أيها الكونت ما نحن عليه وما عليه لذريق للأسف لقد علمت علينا أن نجد حليفا من قلب جيشه يكون مدخلنا لهزيمة العذريق لا أحد من جيشه يجرؤ على ذلك ومع ذلك علينا أن نحاول أيها الكونت وبعد محاولات كثيرة مع الأمراء في جيش القوت فقد استجاب له اثنان منهم هما ششبرت وأبه البشرة أيها الأمير لقد وصل طريف ومعه المدد الحمد لله الحمد لله قام لذريق بأمر جيشه بالتقدم لملاقات المسلمين وهذا تماما ما أراده طارق فكان وصول جيش القوت عند الصباح وقبل أن تبدأ المعركة وقف طارق بن زياد خاطبا في جيشه يا أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعوا من الأيتام على مأدوبة اللئام وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة إنني لم أحذركم أمرا أنا عنه بمنجة وما حملتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسي وإنني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم الأذريق فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معي فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولا يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه وإن هلكت قبل أن أصل إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله إنهم من بعده يخذلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر والتحم الجيشان وما زال طارق بن زياد يعلي من شأن جيشه ويدعمه ويرفع من همته لمواصلة القتال هذا يوم من أيام الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم واستمرت المعركة لأيام حتى استطاع طارق بن زياد قتل الأذريق وعلم جيش القوط بذلك فتفرق جمعهم وهرب منهم من استطاع الهرب وأسير منهم من أسر وكل ذلك بفضل الله وقام طارق بمتابعة الجنود الفارين خوفا من أن يستجمع قواهم ويعود لقتاله دون الرجوع إلى موسى بن نصير أو الخليفة في دمشق مما أثار غضب موسى بن نصير عندما وصلته رسالة طارق بما عزم عليه وبهذه المعركة أتم الله لنا النصر في وادي لكة فلله الحمد من قبل ومن بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإنني عزمت بعد التوكل على الله أن أتابع المسيرة في بلاد الوندال وأتوغل فيها ألاحق فلول الهاربين من الجنود ثم أفتح المدن قبل أن تتحصن فيستعصى علينا أمرها كيف سيحارب بجيشه المنهك وقد فقد الآلاف من رجاله لا أرى ذلك إلا تسرعا قد يؤدي بجنودنا إلى التهلكة وإن كان طارق قد تجاوزني وخالفني بالرأي فإنني سوف أحذره مما هو مقدم عليه قبل الرجوع إلى الخليفة ومتى كنت تقلق وأنت الذي أنضى عمره على صهوات الخيل وفي أرض المعارك لا نملك ترف الهزيمة في هذه المعركة يا مروان إن خسرناها بقيت رايات الكفر ترفرف في أرض الوندال حتى القيروان وقد حدث ما قاله طارق فقد بدأ القوت بمحاولة تجميع جيشهم من جديد والتصدي لطارق ومن معه خوفا على بلادهم فأرسل طارق إلى موسى بن نصير الخطة التي سيقوم بتنفيذها بعد انتصاره في معركة لكة يبدو أن طليلة باتت تهمهم اليوم أكثر من أي وقت فهم يحشدون لحمايتها لو دانت لي طليلة يا شداد لن تقف في وجهنا مدينة ولكنك ترسل إلى الأمير موسى بن نصير ثم تمضي دون أن تنتظر منه ردة وقد أرسل إليك بعد انتصارنا في وادي لكة وأرسل لك بعد فتح استجاه بأن تتوقف أيها الأمير أخشى أن الأمير موسى لن يرضيه ما تفعل المعذرة فيما أقول ولكن أخاف أن يرى ذلك عصيانا وخروجا عن الطاعة أنا لا أخرج عن طاعة أمير يا شداد وأنت تعرف ذلك جيدا لو كان الأمير موسى بن نصير هنا لما حدت عن رأيه قيد أنملة ولكنه هناك ونحن هنا وهو لا يدري ما نحن فيه نحن في حالة حرب ولا يسعني في الحرب ما يسعني في السلم أدرك ذلك أيها الأمير ولم يسبق أن خرجنا عن طاعتك في أمر وهكذا شأن موسى بن نصير مع خليفة المسلمين طيب خاطرا يا شداد عندما نفتح عاصمة الوندال سيدرك لما أنا عجلت هؤلاء القوم قبل أن يستفيقوا من هزيمتهم ويجمعوا فلولهم بسم الله الرحمن الرحيم من طارق بن زياد إلى موسى بن نصير أمير القيروان أما بعد قد أعطاني الكونت جوليان جنودة فجعلتهم أدلاء لنا في الوندال فقسمت جيشي إلى سرايا تفرقت في البلاد أما عبد العزيز فوجهته إلى مارطة وأريولة وبعثت بطاريف نحو قرطبة وسرت ببقية الجيش إلى طليطلة عاصمة الوندال فإن مكننا الله فقد دانت لنا معظم مدن الوندال سدد الله خطتك يا ابن زياد وأيدك بالنصر أي نصر هذا؟ ألم تر كيف فرق جيشه في البلاد وفقد بذلك قوته الضاربة؟ الآن يقع طارق بنفس ما وقع به عقبة يتوغل في البلاد متعجلا دون أن يوطد حكم الإسلام في المدن التي يفتحها ثم يوزع قوته هنا وهناك حتى بدت أخشى أن تنقض فلول فرسانهم وجندهم عليه في أية مدينة وتثور عليه باقي المدن أليس عبد العزيز معه؟ أرسل إليه يكلمه ويثنيه عن ذلك لم أرسل ابني أميرا فوق أميره إنما هو جندي من جنوده وإن وجد أمراء فوق الأمير أفسدوا عليه وعليهم إنما أمرهم شورى بينهم فما ترى يا أبي فأرسل موسى بن نصير إلى الخليفة في دمشق يخبره بما قام به طارق ويتحلل من أمره لأنه لم يستجب لأوامره أيها الرجال ها هي أسوار طليطلة بداية أريد معرفة كل باب ومدخل من وإلى المدينة وأريد معرفة كل صغيرة وكبيرة عنه أمرك أيها الأمير ألا نباغت المدينة فستكون المباغتة لصالحنا لا يا نسيم لا أريد أن أتعجل في الأمر أريد معرفة نقاط ضعفها وقوتها كنت أظن أن المباغتة ستجعل المدينة تستسلم لا أظن هم سيسلمونها بسهولة ماذا ترى أيها الأمير؟ المدن لا تصمد بأسوارها وإنما برجالها علينا أن نحاصرهم ونبقي عيوننا على رجالهم حتى ننال من عزيمتهم عندها ستدين لنا المدينة وبينما طارق في حصار طليطلة كانت بشائر فتوحات المدن التي أرسل فرقا من الجيش إليها تأتيه مبشرة بالنصر وطليطلة في تزعزع بعد تخلي الأمراء عنها ومحاولات للجند ومن بقي فيها بالهروب بعد أن ترك طارق لهم بابا في أطراف المدينة ليخرجوا منه إنها قرطبة أيها الأمير قرطبة فتحت لنا بفضل الله أحسنتم أيها الرجال أحسنتم فتحت قرطبة الله أكبر تركت شداد وبكرا في قرطبة ومعي رجالا من قرطبة ضموا إلينا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ثلث من فرساننا هربوا من المدينة ومن الباب الصغير يا سيدي تبا لهم ما أجبنهم الكل يهرب اسمع أكتم الأمر فلا يشاع بين الجند والعامة مفهوم أمرك سيد القائد آن الأوان أن تذهب إليهم وتعرض عليهم أن يسلموا المدينة لندخولها مقابل جزية يدفعونها وإلا فليكن القتال وأريهم أننا جادون في هذا الخيار أنطلق بالفور إن أردت نعم طريف انظر في وجوههم تفرس بها جيدا انظر إلى أحوال المدينة وحال العامة والقادة وبعد ذلك لا يعنيني رده أفعل إن شاء الله على بركة الله سلام على من اتبع الهدى أنا رسول قائد جيش المسلمين الأمير طارق بن زياد وماذا يريد منا أميركم لقد جئنا إلى هذه البلاد لنشر رسالة الإسلام وهو ليس بغريب عنكم كلنا من ذات النبع كلنا في نفس القارب لذا أسلموا تسلموا أو تفتحون الأبواب وتسلمون المدينة فننشر فيها العدل والسلام ونحن نضمن لكم ألا ندخل كنيسة ألا نكسر صليبا ولا نجبر أحدا على الدخول في ديننا وتدفعون مقابل ذلك جزية معلومة أو أو ماذا أو السيف بيننا ونحن لن نصبر طويلا أمام الأسوار خل في رجال يطوقون أن يتسلقوا الأسوار ليموتوا هنا في سبيل الله دفاعا عن الدين الحق هل تفهمني؟ ارجع إلى أميركا وانتظروا ردا ننتظر ردكم هكذا إذن إنهم على خلاف فيما بينهم أجل يا طارق شعرت بشيء ما يجري في الداخل أرى أن نعاجلهم قبل أن يجمعوا فلولهم فليس ثمة فرسان في المدينة إذا كان الأمر كذلك الأفضل لنا أن لا نستعجل في الأمر حتى يخرجهم اليأس إلينا وما هي إلا أيام حتى فتحت طليطلة أبوابها للمسلمين بعد أن فقدت الأمل في الحرب أو استسلام المسلمين لما بين أمرائهم من خلاف لخلوها ممن سيدافع عنها ما هذا؟ هذه طليط لا تفتح أبوابها للمسلمين عاصمة الأندلس تدين لنا سندخلها بإذن الله تعالى ونقيم الحق والعدل ونزيل الكفر والظلم ونعلي كلمة الله أكبر كونوا على حذر خوفا من الخديعة نفعل إن شاء الله هيا هيا بنا يا نسيم هيا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وما إن فتحت طليط لا تحت بدأ القوط بتجميع أنفسهم مرة أخرى للهجوم على طارق وهذا ما لم يحسب حسابه طارق عندما تجاهل رسائل أميره موسى بن صير وأكمل فتوحاته فأرسل إلى موسى يطلب المدد هذا ما كنت أخشى منه على طارق أغشاه بريق النصر عن رؤية الأعداء حوله تجاهل كتبي وما أوصيته به وها قد أسقط في يده وأرسل يطلب المدد إن القوم قد تداع علينا من كل حدب وصوب الغوث الغوث فخرج طارق بجنده خارج طليط لا خوفا من دمارها ودخل واديا حتى لحق به جيش القوط فحصر الجيش من الخلف بجبل ومن الأمام بجيش القوط وما إن بدأت المعركة وبدأ القوط بالهجوم حتى لاحت صفوف الجيش الذي قاده موسى بن نصير لمساندة طارق بن زياد وتم لهم النصر بفضل الله وكان لقاء موسى بن نصير مع طارق بن زياد في طليطلة بعد عودتهم إليها خطأك يا طارق أنك لم تلتزم بالرسائل وأوامر قادتك ولكن الذي ظهر وتبين لي بعد مكوسنا في هذه البلاد أنه لا ضير من التحرك السريع والمحكم شريطة أن يكون الجيش كتلة واحدة حتى لا يقع علينا ما وقع عليك إذن يا أبي أنت تريدنا أن نتابع زحفنا لباقي مدن الوندال مدينة مدينة ولن أترك مدينة حتى تدين للمسلمين ومتى ننطلق أيها الأمير حين يقرر قائدكم الأمير طارق ألست طارق بن زياد فاتح الأندلس أنت ستكون قائد الجيش وأكمل طارق بن زياد مع موسى بن نصير فتحاتهم مدينة مدينة حتى جاءهم كتاب من الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يحضروا إلى دمشق حال استلامهم كتابة لينظر في أمر الخلاف الذي حدث بينهم ولكن ريثما وصلوا وافت المنية الخليفة واستلم بعده ولي العهد سليمان بن عبد الملك والذي عزلهما وأمرهما بالبقاء في دمشق وعدم مغادرتها وكانت الأندلس أي آخر فتحات طارق بن زياد وبعد عزله استمر في اعتكافه وصلاته حتى وافته المنية رحمه الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما سيد الملك عيدوس العصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس؟ ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا ثم تضيع في الصحراء العطشة ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤان للسفر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودة من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرع وطلب منه أن يقص شعره أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذا نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شاردني كبير المهندسين وما الذي يشغلك يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به؟ أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندساً لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبداً ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيراً من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يوزع الهداية على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكما بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة تجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمناً لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي تحدث يا سيدة سبأ الأولى سنربي عدداً كبيراً من السنانير القطة والمعروف أن القطة بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة أها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة؟ لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني لا تتركني وحدي لا أفضح صوت الرعب إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كبوسا فضيعا إنه نزيل الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزحا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيت رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أفعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجرون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لا تالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر السالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها أكلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة لن أتكلم أرجو هذا سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابقى أنت وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي؟ الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية 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 وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي أبي هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك سآتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء لا شيء يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة لا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنياب يا طريفة هذه كلها علامات سيئة خذ هذه الزجاجة وانظر إليها فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذن علينا أن نعمل بسرعة وجدتها فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير انظري الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس واستمع إلي جيدا أمرك الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي وتقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي إذا افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله وأنا زعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك سبني كيف؟ افعل ما أمرك به وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن أكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا من هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذا سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني آسف يا أبي لأنني صفاتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ما ستقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحسب الإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأديب ولدي العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلاني ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم هذه للطعام وتلك للفاكهة قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبا هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظرا إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظرا الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيسونا أغيسونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيل كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحراسة بطردك الماء، انهار السد؟ إلى أين نهره؟ النجدة، النجدة فأغرب، النجدة، النجدة فأغرب، النجدة، النجدة وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قُلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاة والأقوام الفاسدين منهم الملك الهكسوسي سنان بن الأشل الذي غزى مدينة منف وصار حاكما على أجزاء من أرض مصر مولاي العظيم سنان ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش؟ أسرت مرأة عظيمة الحسن وعظيمة الشأن أيضا في غارتي على إحدى القبائل ومن تكون؟ هل سمع مولاي برجل يدعى إبراهيم تحدى الملك النمرود وهزم؟ أذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما؟ إنه هو يا مولاي هو رجل عجيب يدعو إلى إله واحد ويفتن الناس بحديثه أينما ذهب ولكن ما علاقته في الأمر؟ لقد أسرت زوجته اسمها سارة هذا خبر عظيم زوجة إبراهيم أصبحت جارية في قصري هيا 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 اقترب مني أيتها الجارية الحسناء اللهم نجني من كل ظالم جبار أغتنق لا أستطيع التنفس هذا من سوء عملك أرجوك امنعي ما فعلتيه من سحر أستغفر الله العظيم وهل يفلح السحرة؟ ما الذي جرى ليه؟ العلم عند الله أغتنق لا يطاق أتوسل إليك أن تفعلي شيئا إن الله وحده الشافي ولا أملك لك ولا لنفسي إلا الدعاء ادعي ربك إذن ليشفيني سأدعوه على أن تلتزم الأدب سأفعل أتوسل إليك اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الهواء يدخل إلى صدري ما هذا قل الحمد لله اذهبي عني هيا ابتعدي يا حراس أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة أسرعوا هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة ألم تتعلم من المرتين السابقتين لقد أخذت كل الاحتياطات وأشعلت البخور المقدس وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر كما أن الآلهة كلهم حولي ليهدك الله أيها المسكين كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث الملك لله وحده فلا تغتر بقوتك سأريكي مدى قوتي عادت الآلم مرة أخرى ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به أرجوك أرجوك ساعديني لا أستطيع احتمال الألم اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اشفيه فأنت الشافي أقسم أنني لن أحاول إيزاءك مرة أخرى أهلا بالسيدة الصالحة سارة قررت أن أطلق صراحك هل جاء إليك نبي الله نعم قابلته قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير إذن أنت آمنت به اسمعي يا سيدتي إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد فهل نضر أنفسنا لست أفهم لكم دينكم ولنا دين انتظري أيتها السيدة الصالحة ماذا أيضا هدية من الملك ذهب وأحجار كريمة وأميرة مصرية أسرتها وستكون جارية لك لا لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة هدايا الملك لا ترد سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح ما اسمك يا فتاتي جاريتك هاجر يا مولاتي بل أختي في الله يا هاجر تعالي معي عسى أن ينفعنا الله بإسلامك إسلام سنتحدث كثيرا فيما بعد السلام عليك أيها الملك وعاملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها هذه النباتات ستفيدك كثيرا بإذن الله لعلها تشفيني الأصح أن نقول لعلها أن تكون سببا في الشفاء لأن الشافي هو الله وحده ما أجمل دينكم الحمد لله أن هدانا للإسلام وأرسل لنا خليل الله إبراهيم خليل الله يا له من لقب عظيم لم أسمع به من قبل عند أي كاهن الكهان يا ابنتي ابنتك لم يمن الله علي بالإنجاب وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر هذا من حصن حظي يا سيدتي كنت تقولين شيئا عن الكهان لا أحبهم فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة هذا صحيح ألن ترتاحي قليلا؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله لا تنسى شيئا واحرص على الأسواب الحريرية أمرك يا سيدة واليها أهنئك على هذا الحظ أي حظ؟ عن أي شيء أنت تحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوت قد بعصه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعامراء نعم وسننضي أغرابا إلى هناك أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين يا له من إحساس طيب 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 أسرع بأعداد المؤن أو شكنا على الانتهاء كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام وإذا به يبتسم في وجهي ألن تتوقفي عن استرسرة وإضاءة الوقت؟ لم أقصد آسفة احملتنا ديقة إلى الجمل سأمضي أنا يا لها بنبرأة فضة كيف يكون لنبي الله لوت زوجة كهذه لا يصح أن نقول عنها سوء من غير حضورها هذه غيبة هكذا علمني نبي الله إبراهيم ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء ويستوي عنده الحر والسقيع نحتاج إلى شيء من الطعام استحلفكما بالله الترتاح فأذهب أنا لإعداد الطعام هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري وأنا لا يرطيني أن يبقى دون ذرية إن هذا حق أي رجل عادي فما بالك بنبي الله وخليله وما ذنبك أنت يا سيدتي هذا أمر الله وله في ذلك حكمة بكل تأكيد لقد أراحني أن أتحدث معك لا أدري بماذا أجيب كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكه والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك ما أطيب كلماتك وأرقها أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر الحمد لله على الدين الحنيف ملة إبراهيم عليه السلام تقبل الله منك يا هاجر منا ومنك يا صاحبة الفضل أريدك في أمر مهم أؤمريني يا سيدتي لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة هذا تصرف في منتهى النبل برقي تعجب الخليل من الفكرة في البداية وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة هذه مهمة صعبة كيف تجدين من تستحق هذا الشرف وجدتها بفضل الله الحمد لله ألا تريدين معرفتها؟ بل أتوق شوقا لمعرفة سيدتي الجديدة إنها أنت يا هاجر أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله إنما لا أحتمل المفاجأة لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا وكان ظاهر الأمر شرا لنا وواطنه فيه الخير لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم لن أنسى فضلك هذا ما حيت وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة وأنجبت هاجر صبيا كالبدر هو إسماعيل عليه السلام يا له من جو عاصف نجنا يا الله لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف إنه مأمول يا نيرا من رب العالمين ولكن أخشى على سيدي إسماعيل فهو لا يزال رضيعا هاجر امرأة زكية وفطنة وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله آه الحمد لله هدأت العاصفة الحمد لله اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم اشتقت لمدعبة سيدي إسماعيل ورؤيته وهو يفتسم وأنا والله أكثر منك إنه وليد الذي لم أنجبه وهو دعوة الخليل إلى ربي اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة وهناك قرر ما أدهش زوجته سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر يا زوجي وسيدي كيف تتركنا في هذا الواد المقفر وحدنا لا يوجد هنا زرع ولا ماء أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم نعم إذن فالله لن يضيعنا سار خليل الله إبراهيم مسرعا وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال يا رب إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء ولم أترك لهم إلا رحمتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله يا الله سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله كان حلما هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه خيرا بإذن الله لا تشغلي بالك إنه مجرد حلم نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والضمأ فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة أيها الناس ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى أيها الناس أدركوني وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا ما هي طفل صغير؟ يكاد يهلك وظلت هاجر تعد بين الصفا والمروى حتى أتمت سبعة أشواط واستبد بها التعب يا الله أهي حقيقة أم ثراب؟ إنه الماء لم أذق في حياتي أطيب منه أنت يا حبيب الصغير من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لك انظر يا جرهمي كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثرا للماء إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان أذنت لكم ولكن بشرط ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم نعرف أنها بئرك أنت معاذ الله أنا لا أملكها ها؟ ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده الله نعم ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر هذا شرطي الوحيد تأكدي أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة وسيأتي الخير لها من كل مكان نيرا ماذا دهاكي؟ هبشري يا سيدتي رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله هو قادم إلينا في الحال فأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام هل معه إسماعيل وهجر؟ لا ليس معه لا بد أنه قد اطمأن عليهم هيا ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض مبارقة لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام الحمد لله أغنانا الله من فضله لا تردين خائبين إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم رأيته لهم وجه تضيء بالنور والحسن أمر سيدي أن نسبح لهم عجلا سميما أسرع في تنفيذ الأمر ولا تسر غضب الحليم ألم تسبح العجل بعد؟ سأفعل في الحال وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف لا لن يخدم ضيوف زوجي غيري سيدتي أنت متعبة وخدمة الضيوف تحتاج لمجهود كبير أعرف أنني قد صرت عجوزا ووصلت إلى سن التسعين ولكني أسر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي كما تحبين يا سيدتي هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآنية؟ إنهم لم يلمسوا الطعام بعد كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام ها؟ يا لها من بشرة طيبة ويحك يا نيرا كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت تسعين عاما قال لها ضيف إبراهيم أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حقا؟ كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم هم كذلك ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عليها سافلها ولكن سيدي لوط هناك هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام فأجابوا أنهم على علم بذلك وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والها ولماذا تهلك زوجة النبي الكريم لوط؟ لأنها كانت كافرة كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار أهذا جزاء الإحسان ليحاسبها الله؟ ليس أقصى مما تنتظره في صباح الغد ولكن يا سيدتي لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟ كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط فقلبه الطيب يفيد بالرحمة حتى على العصاة من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزارا لكل المؤمنين؟ منذ بنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام الكعبة المشرفة والخير لا ينقطع أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق سارة سيدتي سارة حبيبتي هاجر خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراكي أطال الله في عمرك يا أم إسحاق أين حبيب الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل كم يحب إسماعيل ترويد الخيول لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك وأبوه إبراهيم فعيد بذلك حدثيني عنك يا هاجر أوحشتني لا أوحش الله قلبك الطيبة أبداً إن مكة المكرمة أرض خير وسلام ليتك تقيمين معي فيها والله أحب ما أريد وماذا يمنعنا؟ سيدي إبراهيم أمر أحب بذلك حتى ينتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها النساء في السحراء يتعجبن من أمرنا يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة نعم صدق من أسماه خليل الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنموا الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا؟ أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظرة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينه أريقوا الخمر وأرقصوا وغنوا مولاي الملك تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدنيس ماء النهر المقدس بالشرب منه كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير تعلم أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين أسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا وما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا ويرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيه إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آليته؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريقة إلي إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفنضار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفون عرف المؤمنون من أن صار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي هيا قد حملت ملابسي وطعاماً للطريق أيضاً لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إيزاءه كيف تم أكنوا من القبض علي؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحميهنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان هاهاهاهاة ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زحزحة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حنظلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودعا النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة اتميني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وبعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي أوه ما هذه الريح العاصمة أنها مجزة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أغيسينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهروا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا ووحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم